السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ببلا ما اننسى وخوتنا اللي في الغربة اخبار سريعة فيما يخص انتقالات لاعبين الجزائريين اول خبر شهداء كريم عريبي لمهاجم النجم الساحلي التونسي في مطار فرنسا قصد الانضمام لنادي نيم الفرنسي ان شاء الله تتم الصفقة ونتمنى التوفيق لللاعب وان شاء الله انطلاقة تبدأ من نيم وان شاء الله يطور الامكانية انتاعه خاصة في الاحتراف في اوروبا وهذا الشيء يبشر بالخير خبر ثاني وهو يخص قضية سعيد بالرحمة حسب سكاي سبور البريطانية بعد التألق بالامس وتسجيل لهدف يبقى خرافي اخرج مدرب الفريق فرانك توماس فرانك مدرب الفريق برينتفورد رفع سعر بالرحمة بعد مردود بالامس قيمة سعيد بالرحمة زادت ارتفعت يعني ثمن زاد ارتفع زعمة توماس فرانك مدرب برينتفورد ان سعيد بالرحمة اضاف بضعة ملايين اخرى الى سعره بعد ان اغرق هدفه نادي فولهام الهدف الرائع الخرافي الثالث يسجل في كاس كارباو وفي حديثه بعد الفوز بثلاثية قال فرانك هل انا واثق من انه سيبقى يتسائل هنا فرانك انا واثق من ان اني ساحبه للبقاء يعني سنحاول ان انقنعه باش يبقى واود ان احظى به يعني يريده ان يبقى في النادي يعني يبقى في في النادي برينتفورد لكنني لا اعرف بصراحة اذا كان السعر مناسب هذه ترجعنا للامس كما قلنا بللي نادي برينتفورد هو لي ممكن راح يعرق الانتقال بالرحمة لاي فرق لاي لأي فريق من الفرق دي لماذا لان ا ا ا نادي برينتفورد يريد قيمة مالية كبيرة وسعر كبير في ساعيد بالرحمة والسعر الكبير هذا ولا القيمة المالية الكبيرة هي اللي عرقلت ا ا ا ا ا ا انتقال للدوري للبريمير ليج الدوري الممتاز والقضية اصبحت واضحة. تتضح الصورة صفة نهائية ان المشكلة سعيد بالرحمة هي مشكلة النادي فقط وليس لا واكيل رغم ان الجنسية صحيح نتلعب دور هذا الشي ما فرغ منه لكن السبب الرئيسي هو النادي النادي منما هوش حب يطلق سعيد بالرحمة بسهولة النادي يريد مبلغ مالي كبير وضخم جدا هذا كلام المدرب من جبتاش من عندي فنحن متفتحون عن البيع احنا يعني احنا يفتح قوس انه يقدروا بيعوه لكن السعر لازم يكون مناسب مناسب معناها سعر مرتفع وذوقت ستتأكدهم ليه واذا لم يكن الامر كذلك فنكون سعداء لبقائه يعني اذا ما تمتش الصفقة ماذا بينا يبقى معنا اما اننا سنحصل على اعلى سعر ها هذه تؤكد كلامنا اعلى سعر براندفورد يريد اعلى سعر لكي يبيع سعيد بالرحمة ماش قضية وكيل وكيل وش يقدر يدير هنا الوكيل الوكيل يوجه اللاعفة ويلقاله عوض هذا هو دور الوكيل والشركة شركات ضعيفة واقل قيمة من شركة اينيكس بور ماناجمنت واللاعبين توحى اتباعوا هنا المشكلة وين المشكلة اخوتي واضحة وضوحة الشمس هذا تصريح المدرب ما هوش تصريحي انا ولا جبتها من رأسي النادي براندفورد يريد اعلى سعر اعلى سعر شيء واضح الان ما يزيد واحد حتى يقول لي راواناجر والوكيل ضعيفة وربعين بالمية الوكيل يلعب دور يلعب دور كيتعود شركة ضعيفة شركة اينيكس بور ماناجمنت عندها لاعبين كبار لاعبين راحوا المانشيسير يونايتد هذه الشركة المنقولش راي شركة احسن من منداز ولا رايولا بس احسن شركة محترمة ما لبس بها المشكلة مش في مشكلة الوكيل الوكيل انه يجيب لك عروض المشكلة في النادي براندفورد نادي براندفورد يريد اعلى سعر اعلى سعر اعلى سعر اعلى سعر كان انديا متوسطة في انجلترا مثل كريستال بالاس وانديا وشيفيلد وليدز بيقدروش يدفعولك مبالغ مالية كبيرة حتى يروا اللاعب نجم كبير صحيح الله امكانياتهم او سنحتفظ بواحد من افضل اللاعبين في البطولة هنا يعترف انه بالرحمة من احسن اللاعبين في البطولة اما اعلى سعر او سنحتفظ بي يعني احنا نقرر النادي ليقرر اما نبيعوك مبلغ خيالي لما يقدر يشريه ولا نادي او نحتفظ بيك هذه الحقيقة اللي قالها اه مدرب طوماس اه اه فرانك مدرب نادي براندفورد هنا يتساءل هل هو اضاف بضعة ملايين الى سعره مية بالمية حاجبين بعد اداء تا البارح اتزيد القيمة وتطلع لكن الجشع انا بنعتبر الجشع نادي براندفورد هو اللي راح يعطل الصفقة ايضا حسب سكاي سبور ايضا تعنون كريستال بلاس ومطاردت بالرحمة كريستال بلاس ساعدت اهتماماتها بالرحمة لعب براندفورد ذكرت قناة سكاي سبور بيوز قبل عدة اسابيع ان النسور يعني كريستال بلاس النسور كانوا حريسين على الجناح بالرحمة وكان من المتوقع تقديمه تقديم عرض ومع ذلك لم يتلقى النحل النحل يعني معناها براندفورد هم اللي عطلهم النحل اي عروض لللاعب الجزائي يعني متلقوا ولا عروض بالفاص تيليغراف صفحة هذه بالفاص تيليغراف دعمت يعني معها مساعدة بالرحمة للأهداف اللي سجلها بالامس اللي دعم وساعد ناديه براندفورد تضخم السعر المطلوب كما يقول توماس فرنك يعني عابدت رجع اكدت تعيد نفس كلام المدرب الذي ذكرته سكاي سبور البريطانية ان ساعد بالرحمة مشكلة انتهى في النادي النادي انتهى يريد اعلى سعر نادي براندفورد يريد اعلى سعر لكي يبيع ساعد بالرحمة الان كما قلتها ونعودها الصورة تضحت قلتها بالامس وستأكدها اليوم ومش انا لأكدتها اكدها المدرب في التصريح انتهى وبعد المقابلة ساعد بالرحمة قل لك احنا ادارة النادي وللنادي براندفورد يريد اعلى سعر اعلى سعر معناها يعني شي امر تعجيزي للنوادي اللي تريد يعني تريد ساعد بالرحمة اللي يبغي ساعد بالرحمة سواء كريستال بالرحمة او فول هام او اسطون فيلا او ويست هام او شي فيلد يونيتد او ليلز يونيتد هذا من الاندية لازمها تعرف انه براندفورد نادي براندفورد يريد اعلى سعر او عدم التفريض في اللاعب انتهى هذه حقيقة واللي اكدناها بالامس وتتأكدت اكدها اكدها رسميا المدرب مشكلة ساعد بالرحمة مشكلة اه تتعلق بالجانب المالي والمطالب الخيالية لنادي براندفورد نتمنى ولو توفيق ما باقي الا القليل قليل جدا جدا على غلق سوق الانتقالات ان شاء الله نشوفه في نادي في البريمير ليغ لانه صراحة ساعد بالرحمة يستهل انه يكون في البريمير ليغ لكن الايام القليلة جدا سوف نعرف ما صار ساعد بالرحمة واي نادي سوف ينتقل له او يبقى مع نادي براندفورد الذي يريد مبالغ مالية كبيرة في صفقة تحويل ساعد بالرحمة الشيء الاخر قبل ما نختم جمال بالماضي الناخب الوطني اه بيقوسين السدعة قائمة موسعة فيها خمسة ورابعين اللاعب اه كاقصى تقدير اه يوم الاحد سوف يعلن عن قائمة 23 اللاعب خمسة ورابعين اللاعب يعني تفادي لأي اطار اه اصابات او ايشيء من القبيل هذا سوف يعلن عن قائمة 23 اللاعب كاقصى تقدير يوم الاحد اه نشوفه قائمة المنتخب الوطني بالتوفيق لمنتخب الوطني وبالتوفيق لساعد بالرحمة ان شاء الله نشوفه في نادي في البريمير ليغ في الاخير ملتقى انا مع مزيد من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.